السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله إخوتي أخواتي الكرام اشتقت إليكم كثيرا ولكن دائما قلبي معكم ودعواتي لكم أنا الآن أمام مدرسة مدرسة كنت أدرس بها أترى انتباهي عامل النظافة كما ترون عامل النظافة أو عامل التنظيف المفهوم واحد قد فهمتم قصدي لن تستطيع حتى مجرد أن تتخيل نفسك في وضعه بسرعة البرق ستمح هذا من خيالك هيئتك بدلتك لن تتحول ولن تتمنى أن تتحول إلى بدلة عامل النظافة وأحيانا أتألم حين أجد أننا أمام عاملة نظافة امرأة أو فتاة أم لها أطفال لها أفواه تنتظرها أن تعود في المساء حاملة إليهم تعب يومها نتيجة تعب يومها أحيانا أجد نساء ينظفنا الأزقة ليقومنا بتنظيفها على أكمل وجه وكم يحزنني عدم نظافة العقول والأياد التي تتعب عامل النظافة برمي الأزبال بطريقة عشوائية وهمجية وقفت أمام تانوية التي درست بها وأنا في ريعان شبابي وكانت بداخلي أشياء وأفكار كثيرة التطرم وأنا أتأمل هذا الرجل كيف ينحني على رقبتي ليزيل أوساخا ما هي إلا تعبير عن نبله وقضارة من كانوا سببا في انحنائته وفي تعابه وجدت متعتي وأنا أتحدث إلى بعض الأطفال أو بالأحرى بعض الشباب الذين يدرسون بنفس مدرستي وجدت أن الإقبال على المدرسة لم يعود كما كان في عهدنا نحن الجيل الذي سمي بالجيل الدهبي لاحظت أنهم يشتكون وأن بعض الحزن في قلوبهم الصغيرة والتساؤلات عن غياب التأطير المدرسي وعن غياب الطمير المهني يشتكون أكثر وأكثر حتى من أسرهم ومحيطهم أسرهم التي غاب عنها الإحساس بضياع مصير أبنائها سألتهم عن تطلعاتهم للمستقبل فكانت الأجوبة جوفاء بما معناه لن نستطيع الجواب حتى الحلم لا نريد أن نحلم حقا جيل محير يتوخى تحقق الأهداف دون قطع مراحل وأشواط في الحياة يريد كل شيء جاهز على طبق من ذهب وهذا قد نعتبره مستحيلا فلا تؤتى الأشياء بكل بساطة وإنما بالجد والكد والتعب وكما يقول المثل من سار على الدرب وصل فلابد أن نسير على دربنا ونتشبت بأحلامنا حتى تتحقق بإذن الله تعالى وطاف بخيالي وأنا أتأمل مدرستي أيامنا الجميلة كم كانت جميلة تسطرها كلمة المحبة والتفاؤل والتشبت بالرأي